اهلا وصلاح فيكم عن جديد مشاهدينا ومستمعينا الكرام بهالنهار الاستثناء لتغطية الانتخابات الرئاسية بدي رحب بضيفي المحلل السياسي بشارة خير الله ولكن قبل ما نرحب فيك أستاذ بشارة نزكر المشاهدين انه فيهم يسمعون على أثير 100.3 و100.5 FM والمستمعين فيهم يشاهدون على video.me وجميع المواقع التواصل الخاصة بصوت لبنان Voice of Lebanon 100.5 أهلا وسهلا فيك عن جديد أستاذ بشارة خير الله يسعد صباحك استهجمي صباحك وصباح المستمعين ويلي عم يشاهدون على شكرا لك يعني بهيضا النهار الجلسة الـ 12 أول سؤال رح تختلف الجلسة الـ 12 عن الجلسة الـ 11 برأيك هلأ حكما فيه اختلاف بين الـ 11 وـ 12 بالشكل لكن بالنتيجة لأ هي زادة يعني عمليا الجلسة الـ 11 مثل العشرة مثل التسعة مثل الثمانية يلي عمليا كان فيه فريق عنده ورقة بيضة عم بيعطل علنا وماسك هالورقة البيضة وماشي يعني برح يختلف شيء هيدا هيدا الفريق اعتمد مرشح سميه دعمه أكد على على ترشيحه وأكد على انتخابه بالرغم من كل الحكي اللي حكى أنه يمكن يرجعوا للورقة البيضة طلع حزب الله وقال لا مرشحنا اسمه سليمان فرنجية طلع رئيس المجلس وقال أنا رح صوت له فرنجية هلأ إذا بيغيروا بيكون المشكلة عنده نحن عم نحكي على الوقائع فاكتس هني قالوا رح بينتخبوا سليمان فرنجية وتاني مرة من تاني ميل يعني عمليا كان الفريق الآخر بعده متخبط المعارضة واضحة المعالم خلف ميشيل المعواد الطيار وطني الحر ما عنده موقف التغييريين كل مرة عم بيحطوا اسم التطور الأبرز بجلسة 12 عن 11 هي التوحد أو التقاطع متل ما بيحبوا الأغلبية سموها صحيح على مرشح وحيد في مرشح نبيل بيترجه له ألف تحية اسمه النائب ميشيل المعواد يلي عرف أنه سوزهم الدنيا تقاطعوا على غيره لازم يكون هو مقتنع بالعكس هو اللي قال أكتل مرة إذا صار فيه اتفاق على حدا بيجيب أكتل مني أنا بدعمه عمل مؤتمر الصحافي دعمه وتم الاتفاق ما بين كوى المعارض يعني هون عم نحكي كتائق قوية أحرار وستقلين شوية تغييريين مع الطيار وطني الحر وأضيف لإلهم بعض الأسماء من كوى التغيير يلي عمليا ما كانوا ماشيين بميشيل هالمرة ماشيين بالأستاذ الجهاد أزعو هاي دا كله ما هي أهمية لجلسة 12؟ أهمية الجلسة تكمن بمطرح وحيد شو هوي؟ أنه الرقم اللي بدو يجيبه جهاد أزعو اليوم هو حكما أعلى من الرقم اللي بدو يجيبه سلايمين فرنجية وأعلى مش بصوت وبصوتين أعلى بما يفوق الخمسة عشر صوت وقت اللي فريق بيقدر يأمن يعني تقريبا العدد المطلوب للدورة التانية ويتم تعطيل الدورة التانية ضمن الجلسة فأزان الفريق المعتل عليه تحمل المسئولية ليس فقط تجاه الرأي العام المحلي أو تجاه النخبين يلي انتخبوه ليصوته مش ليعطله بدو يتحمل مسئوليته قدام نخبينه أولا مع أنه بشك أنه يكون نخبينه بحاسبه لأنه لو بحاسبه ما بيبقى هالقد تاني شي بدو يتحمل قدام الرأي العام اللبناني المحلي سنة وشيعة ومسيحيين ودروز وعلويين وكلهم عم بشاهدوا على التلفزيونات اليوم أنه في فريق عم بعطل وتالتا بدو يتحمل مسئولية قدام مجتمعين عربي ودولي عم بينادوا أكتر مننا كلبنانيين بضرورة انتخاب الرئيس يعني اليوم لما بيجيب جهاد أزعور 62 صوت أو 61 صوت وما بيعملوا دورة تانية فإذن هني بيعرفوا أنه اللي بيجيب 60 أو 61 أو 62 بالدورة الأولى يعني بيجيب 70 وما فوق بالدورة التانية لأنه الناخر بس الرئيس بري قلل من الأهمية المعنوية لا أستاذ جيمي دولت الرئيس بري بيقول اللي بديو إياه لأنه مفتاح المجلس بجيبته خلي شيل بورتوكليوي حطه على الطاولة وساعتها بنحكي بس ما في مجال أنه في شخص هو مرشحه هو الأضعف مرشحه عنده استحالة بالوصول مرشحه بده حلم الله طي يوصل بده 30 صوت يمكن زيادة بعد لا يعمل رئيسة الجمهورية مش متأمنين مرشحه هو ضد الإجماع اللبناني وضد الإجماع المسيحي سلاح وفي مفتاح عزيم ما هذا هو السلاح والمفتاح المشكلة هي السلاح والمفتاح هايدي نقطة خلصة الحلقة يعني عملية سلاح والمفتاح هايدي الخبرية أنه رئيس المجلس لا بيترك المجلس يفسر الدستور ولا بيترك النواب يفسروا الدستور ولا بيرجع للمرجع الأول يلي هو عمليا اتفاق الطائفية اللي بيقول أنه المجلس الدستوري من يفسر الدستور المجلس الدستوري شو عملوا فيه عطلوا ويعين من قبلوا هني يعني عضوا بالمجلس الدستوري نبيه بري جيبوا مش رح يحكي شيء قدام بوج نبيه بري وعدوا آخر جيبوا جبران بسيل بدوا يعمل اللي بدوا يا جبران بسيل تعمل طعن عندهم بيقول لك معك حق بس أنه الظروف تقضي كذا يعني صاروا عم يشتغلوا بزنس از يوجول وبطلوا عم يشتغلوا مجلس الدستوري لازم بحالة مثل هاي ترفع إلى المجلس الدستوري والمجلس الدستوري بيفسر الدستور أنه النصاب التلتين من أول دورة وحكما من بعدها الدورة التانية بدأ نصاب الخمسة وستين وإذا هربوا النواب مثل ما لهم بالعادي يعملوا رح يعملوا اليوم بيضل مفتوحة الجلسة يرجعوا ويكفوا بالخمسة وستين هايك بيصير عنا رئيس للجمهورية بس اليوم لما بيجيب جهاد أزعور فوق الستين صوت وبيفرقوا النواب اللي ما بدون جهاد أزعور فإذا هني بيعرفوا أنه جهاد أزعور بتاني جلسة هو رئيس للجمهورية فوق السبعين صوت لأنه النايب اللي ما بيعطيه أول مرة وبيشوف عنده شانس وشانس كبير تاني مرة حكما رح يعطيه أصلاً نواب الرماديين يلي سموه رماديين قالوا أنه هني بتاني جلسة رح يحسموا خياراتهم عظيم فلذلك رح يفروطوا الجلسة هونيك وهني ما بيعملوا يعني أنت ما بتسأل حالك سؤال أنه شو سر هايدي الدورة التانية ما بتنعمل إلا إذا بيضمنوا مرشحون إلا إذا صاحب المفتاح والسلاح بيضمن مرشحون أتعي الأنوي هيك لزميلنا مروان القدوم صباح الخير صباح الخير جيمي صباح الخير راضي صباح برساة لبنان أهلا وسهلا فيك مروان شو الجديد بالمعلومات والمعطيات يعني جيمي يوم هذي جلسة صباحاً مغير عن جلسة 11 هي جلسة 12 هذو صباح يعني في ساعة العشر الربعة بالأسة الهيادية تحفظ لزيادها هناك غياب عن المقاعد في المجلس اليوم الماضي يعني لأي جايب صباحاً بداعي الساعة ولكن أعتقد بأن ٢٨١ سيحصلون إلى المجلس في هذه الشلسة أيضاً في خارج المجلس حيث أنا جيمي هناك أيضاً لاحظنا محاركة عن الشلسات الماضية وهي عملية تنويها الحيارات يعني كل نواب المعارضة إن كانوا حسبيين أو الحياريين أو مستخلين وصلوا إلى المجلس للحيارات مموعة أو حتى السينامات مصفحة وهنا من أكبر دليل على أنه كانوا يشعون بخطراً ما أو بإشكالية ما لكن بيجازة بكل الأمور الكثير على ما يرام حتى الساعة أعتقد موافعاً أن النزاب وصلوا إلى ساحة النجمة وعند الساعة الحديثة عشر أيضاً من المخطر أن يفرس الرئيسة بسنوذي إذاناً بدأ هذه أتوزع الأوراق كم معلومات ونصم العملية الأمصراع ومن المؤكد أن الزنائش وما يجدون في ثلاثة يعني فارسة المنعة سوف يكترى وينزح هنا الجسة على الفرق من هنا إطفق هذه الجسة النصاب ولكن فارق أيضاً في هذه الجسة عن جهة تلعة عشر المعضلة حجم الأصوات التي سوف يحصل عليها مرشح المعاربة الشامعة جهاز أتوحك المفترض أن وصل إلى حوالي خمسة وثمين أو ستة وثمين مقابل حمسة أربعين أو ستة واربعين أو سبع أربعين أو سبع أربعين طبعاً بحسب ما أفادت كل الكونتاجات والأحصائق والتصريح أيضاً لعدد من النواب التغييريين والمستقلين أو المترددين صرحوا اليوم كلاً يعني بإن كان سيصوت لي أجهات أزعور أو بسلائمين فراجية أو سيبقى على الحياد ويفوت بورقة بيضاء أو بشعار ما لكن المهم اليوم مرون ماذا عن النصاب والخضور؟ النصاب والخضور يعني لا يزال أبا إذكر المتمتك لأن الدورة الثانية يجب أن يكون فيها خضور 86 ليكون فيها نصاب وهذه القضية يعني حصلتها إشكالية أتذكر مع رئيس أنزل كتاب أن أساني حميل عندما عندبرها بأن الدورة الثانية من الممكن أن يكون نصابها 65 واقتراعها 65 أيضا ولكن الرئيس بره لا يزال حتى الساعة يختم الجلسة الأولى ويفصل المحضر عند خضان نصاب عن 86 عندما يتبنى نصاب النواب وتواجدهم ذات الجلسة عن 86 نائب السيناريو واضح جدا يعني عملية اصطراع ما تحصل وهناك تخوف أيضا جيمي من أن يكون هناك عملية تلاعب في الأوراق كما ذكر رئيس سيارة الوطن يحر بالأمر جبران بصيل من الممكن أن يكون هناك يعني أي زر في تدبير معين رح ياخدوا المعارضة يعني لا أعتقد هناك عمليات مراقبة للصندوق ربما أحد يعني يضع زرقان في الصندوق ستصبح الأوراق 129 فاميلي مروان أدوم بدي أشكرك ولكن لازم ننتقل لمتابعة مجرية الجلسة شكرا لك بدي أذكر المشاهدين أنه بيقدروا يكملوا معنا ويستمعوا إلى إزاية صوت لبنان عبر آثير 100.3 ومية فاصل خمسة كما بيقدروا المستمعين أنه يتابعونا ويشاهدوا مجرية الجلسة عبر مواقع التواصل الخاصة بـ Voice of Lebanon صوت لبنان مية فاصل خمسة كذلك على موقع www.vdl.me إذن عم نشاهد دخول الرئيس نبيه بري قاعد الجلسة دخول السلاح والمفتاح دخول السلاح والمفتاح إذن وصل الرئيس بري لمقعده واضح أنه المجلس شبه مكتمل يعني الحضور هناك حضور للعدد الأكبر من النواب مية واثنة عشر نيب حضر الجلسة ما لازم حدا يغيب يعني الغيب غير مبرر بيوم لأنه اختتحت الجلسة أسماء النواب المتخيبين بعضر المعتذرون لا أحد آملا من الزملاء الكرام آملا من الزملاء الكرام الوقوف دقيقة صمتة الروح المرحوم اليسابة شكرا تلاوة المواد تلاوة المواد تسعة واربعين وخمسة وسبعين وحد عشر وطنعش المادة تسعة واربعين من الدستور رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن يصهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقا لأحكام الدستور يرئيس المجلس الأعلى للدفاع وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تقضع لسلطة مجلس الوزراء ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السر بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته ولا يجوز انتخاب أحد لرئيسة الجمهورية ما لم يكن حائزا على الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لأهلية الترشيح كما أنه لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى وما يعدلها في جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنويين في القانون العام مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالاتهم وانقطاعهم فعلياً عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم على التقاعد مد 75 من الدستور إن المجلس الملتائم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لهيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر مد 11 من النظام الداخلي تجري جميع عمليات الانتخاب في المجلس بالاقتراع السري بواسطة ظرف خاص وأوراق نموذجية بيضاء تحمل كلاهما ختم المجلس توزع على النواب وكل ظرف يتضمن أكثر من ورقة واحدة أو يحمل علامة فارقة يعتبر لاغياً مد 12 لا تدخل في حساب الأغلبية في أي انتخاب يجريه المجلس الأوراق البيضاء أو الملغات تعتبر ملغاتاً كل ورقة تتضمن أسماء يفوق عددها المراكز المحددة في النظام أو تحتوي على علامة تعريف أو تمييز من أي نوع كانت أو تتضمن غير الإسم والشهرة مجردين تطلف أوراق الانتخاب فور أعلان النتائج انتخاب رئيس جمهورية توزيع الأوراق دولت الرئيس بالنظام إذا سمحت نعم دولت الرئيس أولاً بس على مرتكازات القانونية للجلسة المادة 74 لم يتم تلاوتها توزيع الأوراق طيب دولت الرئيس بس إذا بتسمح من أكتر من مية واربع من أكتر من مية وسبعة واربعين يوم نجاة صليبة وأنا قررنا أنه نبقى بمجدين توزيع الأوراق وما تركنا هالآعة خلاص يا مرحم خلاص من بعد ما قررنا خلاص يا مرحم لا دولت الرئيس الفراغ صار عنوان ممنوع مناقشة أي عمر ممنوع مناقشة أي عمر ممنوع مناقشة أي عمر شري فرتاح شري فرتاح بعد خمسة شهر العنوان صار للفراغ وصار بعد خمسة شهر تحلل الدولة تركين أهلنا وشعبنا من دون دواء ومن دون مدرسة ومن دون أفق كرمال مشاريح سلطة عم ندمر الوطن ولادنا تركوا البلد طقاط بلادنا صارت مشاريح سفر نحنا كأن الوطن مش لألنا أو الشعب مش أهلنا ولا النيابة مسئولية دولة الرئيس الناس تعبت مننا الناس تعبت من ألعابنا عبطلب من خلالك ومن شخصك ومن دولتك أن لا نغادر اليوم هذه القاعة حتى تحطيط انتخاب رئيس للدولة بجلسة مفتوحة بدورات متتالية تبعاً للدستور وشكراً حضرة الرئيس دولة الرئيس دولة الرئيس كم عدد النواب الموجودين بالقاعة من الموجودين بالقاعة في المقاعة من العمل أصل نرى هكذا ريفوني ألم 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 اشتركوا في القناة 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 اكرا مش هيب بلال عبد الله اشتركوا في القناة 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 محمد يحيى محمد يحيى وليد البعريني أسامة سعد اشرف بيضون وليس جرادي ايوب حمايد حسن عز الدين حسن فضل الله حسين جش سعيد الأسمر شرب المصعد عبد الرحمن البزري علي حسن خليل علي خريس علي عسيران علي فياض عناية عز الدين غادة أيوب فراس حمدين أسم هشم محمد راد ميشيل موسى ناصر جابر هاني إبيسي إبراهيم الموسوي ليس قصفين أنتوان حبشي إيهاب حميدي بلال حشيمي بلال حشيمي جميل السيد جورج غاءيس حسن امراد حسين الحج حسن رامي أبو حمدان سامر التوم سليم عون شرب المارون علي المؤدد رازي زعيتر غسان اسكيف أبالين أبالين جورج بوشاكيان ملحم لحجيري لحظة وين جورفون ميشيل ظاهر ويل أبو فعور ياسين ياسين يناد صلاح دولة الرئيس دولة الرئيس دولة الرئيس بالأول ها شوفوا العشرات هون مشاهدينا ومستمعينا انتهت عملية الاقتراع وهلأ فتحوا صندوق اللي صوتوا فيه النواب عم بيعدوا المغلفات بالدرجة بالمرتبة الأولى عم بتم عد المغلفات بحضور هلأ هناك شيء لافت يعني الدكتور سليم الصايغ يمكن من بعد الحديث عن تخوف من طريقة الفرز الدكتور سليم الصايغ طلع إذا صح التعبير إلى المكان اللي عم بتمفي عد المغلفات وعم بيرائب هذه العملية كذلك الأمر عدة نواب آخرين يعني بلشوا يتقدموا إلى هذه النقطة صح التعبير كالنائب جورج عدوان يعني هناك ما زلنا بانتظار نتيجة عد المغلفات يعني أنا ما بعرف ليش أستاذ جيني يحتلبو سيستام هلأ التصويت إذا بدك الإلكتروني أنا بقل لك يمكن ما يكون ما يكون دستوريا منيح لا ما قصة فعار قصة التصويت الإلكتروني بجلسة انتخاب رئيس قد تكون غير سرية لأنه بيقوله هو الإطراع سري ووقت اللي بيكون في سيرفور عمليا يعني يعني معناها ممكن ينعرف كل صوت ونرح طيب هايدي سلمنا فيه بس في شي متل ما في سمارتفون في تليفون بيقول لأبو لمبة في هايدي لمبة اللي كانت بتعمل لها على الورقة وبتعكس لك على إكران يعني كاميرا محطوطة ديراكت على الورقة أنت وعم تفروز بتفرجي كيا على سكرين لانه يتطوط بكي ونسوح ولا ورقة صغيرة لازم يكون فيه مجلس مجلس مبدئيا انتهى عد المغلفات وغزلان التعطيل عم يتحضروا للهون كمان من الضرور أنه نلفط النظر للمشاهدين والمستمعين أنه خلال الجلسة كان عدد كبير من النواب عم يقترعوا ويتوجهوا إلى خارج القاعة فورا رح ننتقل لمتابعة لكان مجريات الجلسة لأنه رح يبلش فرز الأصوات شو طلعوا شو طلعوا يعني عددهم شو طلع العدد عدد الأوراق مئة وثمانة وعشرين عدد الأوراق مئة وثمانة وعشرين لو تصرر يكون مئة وثمانة وعشرين عبل من حليني أفتح يلا بدأ عملية الفرز سليمان فرنجية زياد بارود جهاد أزعور سليمان فرنجية سليمان فرنجية جهاد أزعور سليمان فرنجية سليمان فرنجية جهاد أزعور جهاد أزعور جهاد أزعور جهاد أزعور لبنان الجديد جهاد أزعور سليمان فرنجية جهاد أزعور سليمان فرنجية جهاد أزعور سليمان فرنجية جهاد أزعور سليمان فرنجية جهاد أزعور لبنان الجديد جهاد أزعور سليمان فرنجية جهاد أزعور جهاد أزعور جهاد أزعور سليمان فرنجية لبنان الجديد سليمان فرنجية جهاد أزعور جهاد أزعور جهاد أزعور لبنان الجديد جهاد أزعور سليمان فرنجية جهاد أزعور 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 سلامان فرنجية جهاد أزعور جهاد أزعور سلامان فرنجية لبنان الجديد سلامان فرنجية سلامان فرنجية سلامان فرنجية جهاد أزعور جهاد أزعور جهاد العرب جهاد أزعور جهاد أزعور جهاد أزعور جهاد أزعور جوزيف عون سلامان فرنجية سلامان فرنجية سلامان فرنجية جهاد أزعور جهاد أزعور سلامان فرنجية جهاد أزعور 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 لبنان الجديد زياد بارود استيمان فرنجية جهاد أزعور استيمان فرنجية استيمان فرنجية جهاد أزعور جهاد أزعور استيمان فرنجية جهاد أزعور جهاد أزعور زياد بارود لبنان الجديد جهاد أزعور جهاد أزعور ورق بيضاء جهاد أزعور جهاد أزعور سيمان فرنجية جهاد أزعور سيمان فرنجية جهاد أزعور جهاد أزعور جهاد أزعور سيمان فرنجية جهاد أزعور لبنان الجديد سيمان فرنجية زياد بارود سيمان فرنجية جهاد أزعور جهاد أزعور جهاد أزعور جهاد أزعور جهاد أزعور جهاد أزعور سلمان فرنجية سلمان فرنجية جهاد أزعور زياد بارود سلمان فرنجية سلمان فرنجية سلمان فرنجية سلمان فرنجية زياد بارود سلمان فرنجية جهاد أزعور جهاد أزعور جهاد أزعور جهاد أزعور سليمان فرنجية جهاد أزعور تسعة و شكرا في صفحة شكرا في صفحة ورقة بيضاء وست زياد بارود واحدة جهاد العرب نتيجة ورقة ناقصة دلت الرئيس ورقة بيضاء واحد ملغات واحد ملغات جهاد العرب استمان فرنجية واحدة واحدة وكمسين جهاد أزعور تسعة وكمسين زياد بارود ستة لبنان الجديد ثمانية ورقة بيضاء واحد جوزيف عون واحد ورقة ملغات واحد ورقة ملغات واحد مئة وسبعة وعشرين دولت الرئيس في ورقة ناقصة نيح اللي في ممثلين عن الكل موجودين هون واقلا مدرشو كان صار ستين بتفرق عن تسعة وخمسين دولت الرئيس بركت تنة ورقة ناقصة ستة زياد بارود ستة زياد بارود ستة زياد بارود سبعة هايدي بس حتى نكون ومثلين يكون عم بيقروا زياد بارود سبعة مش ستة دولت الرئيس زياد بارود ستة سبعة سبعة بس نحن عدينا ستة عدينا ستة دولت الرئيس ستة انا براي نرجع العيد التصويت دولت الرئيس دولت الرئيس لشفافية الجميع لازم نرجع لدستورية الجلسة دولت الرئيس لانه فيه خطأ هذا الخطأ منه عادي فيفضل يكون يعيد التصويت عن جديد لازم لدستورية الجلسة دولت الرئيس ببينا عد الفرز déوت الرئيس الوراء بعضهم موجودين كسر ورق واحلي ما بتأثر بالنتيجة فس لازم يعاني انتصويت ومعش في نساب في نواب فلو عيدو العد خلينا نعد النواب الكavour نرجع نعيد الوراء مش غا obrigado عيد الفرز قد نساب يلا ايه تطرينا عد نساب دولت الرئيس في مية وثماني عشر ورقة ضرع مية وثماني عشرين عيدا نفرز نحن نرجع نعيد نعيد الفرز نعيد الفرز بالأول شو أوراق الاقتراع موجودة عيدوا الفرز بتعمله معروف واحدة وثمانين واحدة وثمانين محضر الجلسية عقد مجلس النواب جلسته الأولى من العقد العادي دولة الرئيس نعيد عد الأصوات ونعيد الفرز اذا مشاهدين ومستمعين رجعنا لستوديو صوت لبنان مع ضيفة المحلل السياسي بشارة خير الله اتبعنا نحن وياكم مجريات الجلسة رقم 12 بدايتها كانت غريبة ونهايتها أغرب كما عودنا الرئيس بري طبعا ولكن ختم الجلسة وما عرفنا 127 ورقة ولا 128 في صود ضاية عند رئيس بري كله بهون استيز بشارة خير الله نتيجة الأصوات يلي هلأ انفرزت كنت متوقع هيك نتيجة هلأ رحقول حضتك شو كنت متوقع تحت الهوى كنت متوقع انه قلتلي مش معلومات ولكن حاسس انه بالتحليل بالتحليل اسم جوزيفان لازم يبين بهيدا المرحلة حكما لانه هو رجل المرحلة وهيدا السكاتش اللي مرأ اليوم هو باعتقد خاتمة الجلسات ما قبل الشغور الطويل حتى الوصول الى التسوية المنتظرة لانتخاب شو يعني شغور طويل يعني بدو يقعدونا بعد سنتين استسجيمة ما حدا بيقدر يعرف شو بيصير بالمستقبل اذا مش عارف شو بيصير او شو صار بالتاريخ والتاريخ ما بيغلط عمليا يعني قلتلك بس كمية تختلف المعطيات وبيختلف الظروف في عدة قصص قلتلك تحت الهوى بتحليلي وكراقتي ومش معلومات انه في رح ينعطى هنت لقائد الجيش وحضرتك قام تقول صح بقى مش معلومات بالتحليل انه حدا منهم بدي يقول انه يخيحاش نكذب ع بعضنا في حل واحد طب ليه مش زياد برود ليه مش زياد برود يعني قائد الجيش اخد صوت واحد ومعرف شو في صعوبات لانتخابه ولكن زياد برود اخد سبع اصوات في مجموعة قواء بده تقبل لانه اليوم زياد برود بدي مالش بدي يصير اطشك ولكن بدنا ننتقل الاستماعي لكتلة كتلة الوفيلة المقاومة واللي نحن من اللحظات الاولى قبل قامة الرئيس العميد ميشيل عون كنا ولازلنا ندعو الى الحوار والتلاقي والتفاهم طبعا لدينا مرشحنا الذي ندعمه واللي صوتنا له اليوم واللي هو مرشح طبيعي له تاريخه السياسي وتحالفنا معه تحالف عميق ومفهوم بالسياسة الى ابعد الحدود بالجانب الاخر واللي هن الشركاء بالوطن مواطنين لبنانيين نواب زملائنا تقاطعوا على مرشح رغم اختلافات السياسية ورغم كثير مما قيل قبل سنوات وقبل اشهر عن هذا المرشح وعن خلافاتهم السياسية تقاطعوا على مرشح بهندسة معينة بالحقيقة بالسياسة عليها كثير من الاسئلة لكن ميرسوا حق الانتخابي صوتوا للمرشح رغم كل الضغوطات اللي اسمعناها بوسائل الاعلام وهذه النتيجة لبنان يحتاج الانتخاب رئيس باسرع وقت ممكن ازمتنا السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية كبيرة ولكن لبنان لا يوصل الانتخاب رئيس يحتاج الى تفاهم وطني والى حوار وطني حقيقي بعيدا عن المزايدات والتهويل اللي حصل قبل في الايام الماضية واللي بالحقيقة والخطاب اللي كان موجود في الايام الماضية نحن منفتحون على كل اللبنانيين على كل الكتل السياسية لحوار وطني حقيقي ان شاء الله يثمر وان شاء الله يؤدي الانتخاب رئيس الجمهوري لماذا كملتوا المعركة الرئاسية طالما لماذا كملتوا المعركة الرئاسية طالما العدد هو 51 ومقابل 59 لماذا كملتوا بالمعركة اولا حقنا الدستوري عم نقوم فيه متل ما سمعنا من كتير من الزملاء اللي قالوا بكل وضوح انه اذا بيوصل مرشح المرشح سليمان فرنجيهن هيعطله الجلسة بالتالي احنا قلنا انه هيدحق دستوري اولا اثنين انقسام الحاصل يجب ان يجري على يجري الحوار على برامج سياسية وعلى اتفاقات وتفاهمات سياسية عكس اللي حصل على المرشح المنافس واللي هني قالوا خليني كفي خليني كفي جوابه اذا سمحته هني قالوا انه مش متفهمين على برامج سياسية هني اللي تقاطعوا على المرشح الوزير جهاد ازعور هني قالوا انه مش متفهمين على برامج سياسية اسمحيلي اذا بتريد معم جاوبك على سؤالك وسؤالها اهلا وسهلا فيكن هني قالوا انه مش متفهمين على برامج سياسي يعني هني متفهمين فقط على مرشح من دون برامج سياسي الحوار الذي ندعو اليه هو التفاهم التفاهم الوطني على القضايا الوطنية الكبرى والسياسية الكبرى لا يحتاج التصويت الى تفاهم على هذه القضايا الوطنية الكبرى يعني التفاهم بس عمرشح وبعدين منشوف شو بتلتو على الوزير جبراون باسيلي اللي فالا بعدم والله ما عم بسمعكم مع بعض شو بتلتو على الوزير جبراون نحنا بالنسبة لنا مرشحنا واضح لما منروع خليني كفة ما عم جاوبة على سؤالها عم جاوبة على سؤالها بدك جاوبة على سؤالها بسمعلك سؤالك وبجاوبك على سؤالك تكرم عين على رأسي ما انتو خلوني يخلص لما منقول حوار ما معناتها ما بيكون عنده الطرف اللي عم بيحاور مرشح شي طبيعي يكون عندي مرشح ويقول هذا المرشح هيدا برنامجي معه وتعوني تحاور يعني مطلوب ان واحد يروح على الحوار وما عنده مرشح والمقتنع فيه فضلي سؤالك لحتى افتم ويجب تحكي عن توافد طيب اول شي هن تقاطعوا بغض النظر عن شو تقاطعوا وجابوا عار حقهم اكتر منكم لبعا تحكي عن توافد كيف تحكي عن توافد ترجع بتقول سامي فرنجي مرشحنا ما هن مش متوفقين لح ارجع عدلك سألتي نفس السؤال حجيوبك نفسي الجواب نحنا عنا مرشحنا وعنا برنامجنا السياسي وبالتالي وهن عنده مرشحنا برنامجنا السياسي منقعد نتحاور يعني خيار ثالث ما عم نحكي هذا الكلام انتي عم تسألي سؤاله انا عم جاوبك مرشحنا سليمان فرنجية ومستعدون للحوار على القضايا السياسية نحن مرشحنا سليمان فرنجية الوزير سليمان فرنجية ومستعدون للحوار سؤال اخير شو بتردو على الوزير جبراون باسيلا بيح اتهم حسب الله والثناء الشيعي بالتدخل بكتلته نحنا ما منتدخل بشؤون حدا نحنا منتحاور مع كل الأصدقاء والفرقاء وطبعا نحنا والوزير باسيلا حلفاء لفترة طويلة وحارسين على التفاهم بعدكم حلفاء حلفاء لفترة طويلة وحارسين على التفاهم سؤال اخير ليه ما نعيد اليوم ليه ليه ما جميع طالب انهم فرز جديد ليش نحنا ما كنا بالقاعة نحنا ما كنا بالقاعة ونحنا في جهة ونواب موجودين إلى جانب دولة الرئيس بري عم بيعدوا وعم يقروا الأرقام والأسماء ما كنا بالقاعة شكرا ايضا انا بحب صارح اليوم من لبنانيين وصار جلس اليوم غير دستورية جلس اليوم غير دستورية اللي صار هو الثاني المرشح جهاد أسعود أخذ تسعة وخمسين صوت المرشح سليمين فرنجية أخذ واحدة وخمسين صوت في ورقة بيضة أوراق الملغات اللي هنه لبنان الجديد عملياً مش أوراق الملغات المعلبة هنه تمانة لبنان الجديد زياد بارود أخذ ست أصوات جهاد عرب صوت ورقة ملغات ومنرجع جوزيف عون ورقة إذا منجمع كل الأصوات بيضعوا مية وستة وعشرين صوت من أصل مية وثمينة وشرين تمنينا مية وستة وعشرين لأن الورقة الملغات عملياً كانت مية وسبعة وشرين صارت ملغية طالبنا الرئيس بري جهاد عرب طالبنا الرئيس نبيه بري بأنه ينرجع نعيد نرجع نصوت عن أول وجيد هيدا غير شي هو احتسبها هاي الرئيس بري حسبها هاي إذا منجمع كل الأوراق بدون ورقة جهاد عرب بيطلع عنا مية وستة وعشرين ورقة من أصل مية وثمينة وعشرين اللي صار اليوم ما بيليق فينا ولا بيليق بالمجلس النيابي ولا بي... واليوم إنه يطلع الرئيس بري يقول ماشي الحال ع الصوت لا القصة مرنا هيك هاي جال صغير دستوري طي شو الحياة للآخرين يرقي فرانجية ما كان مفاجأ اليوم واخدوا 50 صوت هل هذا الوصول فرانجية إلى وقت 50 صوت شكل مفاجأ على الكن وفتعتبروا أن في ناس خزلتكم جويس انتو عم تاخدوا الموضوع لمحل تاني نحن عم ناخد نحن أنا عم بطرح قانونية ودستورية هذه الجالسة بس بغض النظر سياسيا بغض النظر نحن كان مفترض يرجع يصير في تصويت عن أول وجديد اذا مشاهدين ومستمعنا كنا استمعنا لكلمة النائب حسين الحج حسن وكلمة النائب ستريدة جعجع مشغولين عيد زميلتي صباح الخير صباح النور الجميع كنت حضرة داخل الجلسة صح صح كواليس هذه الجلسة يلي ما شاهدناه ولم نسمعه داخل الجلسة يلي ما شاهدناه هو بمثال بالبداية أول شيء يتجل أنه حضور جميع النواب مئة وثمينة وعشرين نائب هيدا أول مرة بيحضروا الجلسة هيدا دليل أيضا على إبراز كل واحد قوته يلي تمثل بالتصويت التصويت يلي بدأ وبلش يرزلنا نشوف كتلتين الصنائية الشيعة أمل وحزب الله عم بيصوتوا فور ما يوضعوا الاسم داخل الصندوق عم بيرجعوا يخرجوا لخارج القاعة بهدف ضبطير النتاب وهيدا يلي أمر يلي صار أما الملاحظة الثالثة المهمة هي برغم أنه حضور المئة وثمينة وعشرين نائب إلا أنه هناك ورقة من خلال تعداد الأصوات بيّنت أنه ملتا موجودة يعني بيّنت أصوات مئة وثبا وعشرين نائب وقال الرئيس بره أنه ورقة بالزيد ما راح تأثر رب علي النائب نديم الجميل إن بلا بتأثر في فرق بين التسعة وخمسين يعني بالإشارة لعدد الأصوات اللي حصل عليهم المرسح الدكتور جهاد أصغور وهي تسعة وخمسين يعني أنه بيصير ستين في حين حصل المرسح السليمات الرنجية على واحد وخمسين صوت زياد بارود ستة وحتى يضبطوا الأمور كان عم بيقول الرئيس بره سبعة زياد بارود فقالوا له النواب لا نحن عدينيهون وهن ست أصوات منهم سبعة أصوات لبنان الجديد الثمانية جوزيف عون واحد جهاد العرب واحد وورقة بيضاء واحدة هيدا بأهم إجاة بكواليس هالجلسة الاثناص اللي كان بدي شير جيميه معروف إنه ما راح تنتج رئيس ولكنه كانت عرض للقوانتات والآخر شكرا لك مجدولين عيدا شكرا لك أستاذ شارة خير الله يعني صار في عدة هلأ اعتراضات على طريقة الفرز فرز الأصوات وطريقة الرئيس بره استغربت هذه الطريقة أنا كنت عم إله تنعكس شي كنت عم إلك لازم يعملوا بروجيكسيون حتى بيقدر المشاهد على التليفزيون يعرف كل حدا صارت الجلسة لمن صوت هني أصد عم يعتمدوا طريقة بدائية لأنه بيتحججوا بقصة تصويت الإلكتروني إنه راح ينعرف ومخالف للبسطور كون الاقتراع سري بس هادي مش حجة لأنه بيقدروا يعملوا بروجيكشن على الورقة نعرف كيف صار الخطأ مثل ما لعبت الفوتبول أو لعبت الباسكت بيقدروا شفولها بالبلدية كانوا عم استعملوا بالانتخابات النيابية والبلدية إذن هادي مسرحية هزلية لكن أنا ما لفتني بالموضوع هو خروج النائب الأحسان الحج حسن وحكي للإعلام بس هو عمليا ما حكي للإعلام عمليا هيدا تلاوة بيان مكتوب صادر عن حزب الله قالوا شفاهية نحافظه منيح يقول إنه نحنا عملنا اللي علينا وصرنا هلأ منمطر قصة مرور مدة وجاهزين للتسويات شرفوا يا شباب تنحكي ونتفق على تسويات ليش لأنه طالب بموضوع الحوار وتوسع عن فكرة رئيس الجمهورية بتقديري مش من بنات أفكاره اللي قالوا هني كناية عن بلاغ رقم واحد ما بعد انتخاب سلايمان فرنجي ما بعد أول دورة يعني أول جلسة هيدا هيدا هو الشي اللي بدون يوصلوله هيدا بيصوب بالتوقع اللي كنت عم قلت لك يا تحت الهواء قلت لك أنا مش معقولة عندي إحساس إنه ما معقولة تمرق هيدا الجلسة من دون ما يمرقوا بس هو عم يبقى عم يحكي أبعد من رئيس الجمهورية يعني هو محكي عن رئيس الجمهورية من قائد الجيش لأنه بيكون هند إنه في حدا عم بيقول إنه شرفوا على التسوية بس أبعد من اسم رئيس الجمهورية عم يحكي هو إنه صار الوقت إنه نقعد نحكي بعدة أمور لا ما بيقدر يحكي بعدة أمور قبل انتخاب الرئيس الجمهورية لأنه هني دايما بيحكونا بشي اسمه سلة يعني تعونا نشوف إنه فلان رئيس فلان رئيس حكومة الحكومة التلاتينية فيها بس التجربة ما أثبتت إنه عين يعني عين الصواب إنه ينحكها بباكتج بسلة هيدا الباكتج منه دستوري عمدياً منه دستوري ولكن عم يوصل رئيس جمهورية عم تأطال بتسمية رئيس الحكومة بتشكيل الحكومة معه لاش ما بيعاملوا التكشف وبيوفروا رشور الجلسة يتفقوا ويعلنوا ولاش بدنا نعمل جلسة مكلفة أعصاب الناس على أعصابها يا رب بتصير رق ما بتصيروا إن شاء الله يمروا هنهار عخير وجيش ومطوق المجلس ودنيا ودناية وصيارات مصفحة ورحت الانترنت كم مليون دولار مكلفة هالجلسة اليوم مازال هالقدة القصة يوفروا على الخزينة ويعينوا وتعين مثل أيام الانتداب الفرنسي أو أيام العثمانية يجيبوا أفندي حكيت حضرتك للنهار العربي أنه هناك صعوبة لكن بدك تعذرني من أنتقل أن نستمع لكلمة أنيئة نعمة كرين بدنا نبلش ننبش على المسيحات المشتركة اللي بيجيب رئيس اللي بلشت فيها أنا من 3 شهر ما في بيجيب أسر لأنه أنا باعتبر أنه في هذه المرحلة نحنا ما أخذنا كارت بتعيد رأيك عمول معروف نحنا مباشرة للهو لأنه أول شي أنا باعتبر أنا باعتبر بهالمرحلة في ممرات ألزمية من محل إلى محل اليوم بنا نعتبر أنه انتخابات اللي صارت هي مرحلة باعتبرها تانية المرحلة الثالثة هي الدخول بالفعل ببحث على المساحات المشتركة اللي انتظارت منها ما باعتبر هذا الشيء ولا هدفنا إسقاط المرشحين الخير على الله يقدموا لهذا البلد بس أنا بدي أليك شغلي أنا باعتبر حيلي من الأشخاص يلي فيهم يكونوا ولكن هذا الشيء ما باعتبر أنا هدفي إجي على أنقاض حدا وبعد صديق لألي مش هدفي مش هدفي هذا الشيء يمكن يكون خسرني بس أنا لأقصية باعتبر حيلي وكل الناس بتفهم موقفه أنا موقفه واضح عند الإجماع يلي عم بيقرب أكتر وأكتر أنا معه ولكن أنا مع الإجماع الكامل مع المساحات لأنه أنا باعتبر الرئيس يلي بده يجي بده يكون هو يقدر يعتمد على كل الكتلة النيابية لا يقدر يشتغل استاذ دعنا تحدثنا للحقصة وستين صوتا لش لا لش لا لأنك خطيت شها بيته اليوم بتصور أول شي كل شخص بيحترم الصراحة والأشخاص لما نعمر سوا فيهن هذا البلد سيارة البطريار في الراعي بجهاد أزور سيارة البطريار في الراعي صراحة مش بس أول شي أنا باعتبر أنه العمل اللي صار المجهود اللي صار لأن نرجع نقلع الانتخابات النيابية الرئيسية مثل ما صار اليوم هذا مجهود مبارك وهذا ممر بلزامة ما إذا نحن قطعنا أول مرحلة بس نحيض عن شي هاي فرق مرشح عمله اليوم انتهى منا نشوف منا نشوف منا نشوف مش أنا اللي بقرر هذا الشيء في هلعني بنا نرائب التطورات ولكن بقولكم شغلي الوقت كتير داهم شو رأيك بالفرز اللي صار في صوت ضايع؟ اي نعم فجأة كلنا سوا فيه للاسف يعني مش عم نخلي شيء انه ما حسبتن انت ما طلعوا معك الأسوات؟ لا طلعوا معي 51 51 لا اسلامي الفنانجية و59 ايه وديها الفرود انا التعليم ستة ستة او سبعة يعني ستة او ستة ولبنان الجديد تمانية ما في ستة او سبعة خدستوا عن خمسة وستة حول عن رئيس مين تقليل من هيا؟ مين هدا؟ اخدتوا لا لا احدا حكنا سقالي عن شى انا علتو سقالي عن شى انا علتو بالفعل ما كنت متتوقع كتير فرق بالإرقام انتهى اليوم انا ما اعتبر هذا الإرقام ما صار في مفاجأة اليوم لا يوجد أي مفاجأة اليوم المقرية الاقتصادية التي طرحتها لا يوجد حاجة إلا الخيانة إذا سمعنا إلى كلمة النائب نعمة فريم من المجلس النيابي أستاذ بشارة خير الله كانت مفاجأة الواحدة بخمسين صوت لأسلامين فرنجية فينا نقول كانت مش متوقعة ما كان فيه توقع أن يكون فيه هالأد أصوات أنا كنت متوقع له بالخمسة واربعين ستة واربعين صوت عمليا يعني نجح هذا الفريق في استمالة بعض الأصوات وقت لم نحكي استمالة في جنح الظلام يعني استمالة يعني اليوم جهاد أزعور كنت عم تعدله الأصوات من خلال البيانات العلنية اللي عم يطلعوا فيها يحكوا النواب يعني القوات قالت مرشحنا جهاد أزعور الكتائب قال مرشحنا أزعور الطيار وطني الحر أعلن وحذر ونبه نواب وما حدا يفلت مع أنه أنا بشكل لأنه هلأ أكيد في أربع خمس أصوات فالتة من عند جبران بسيس أصوات الستة تابع زياد برود هنه باتجاه زياد برود هنه أصوات طياء مش ستة أنا بقول خمسة خمسة ومعن بعتقد نيب جزين شارب المسعد شارب المسعد بظن أنه منتخب زياد برود لأنه فيها يعني فيها ريحة تمرد من قبل نواب الطيار على خيار أزعور المفاجئ بالواحدة وخمسين تابع فرنجية كنت عم قللك أنه اللي انتخبوا أزعور هني أعلنوا تحت عين الشمس أنه رح ينتخبوا جهاد أزعور اللي انتخبوا سليمان فرنجية أكتر من الكوتة المحتوطة لأله من خلال الكتل السبتية اللي دعمته فأزن هاودي أصوات إجوا تحت جنح الزلام بس كم إجهة أصوات المتوقعة واللي ما بي واللي ما بي جاهر برأيه يعني هذا يا بيع صوته يا يعني فيه شي مش مزبوط أنه يعلى الرقم من دون ما يكون فيه كتل متبنية هيدا الخيار فأزن اللي عملها عامل عملة سودا يعني الحكى عن أموال صحيح حكما مش مش أكيد أكيد لأنه لأنه فيه سبونسر للعملية الانتخابية يقاعد بفرنسا وعن بتألف إن الناس يغريوا بمغريات وقال جبران بسيل مبارح على العلن يعني ليش أنا بدي يكون عم بتحذر لما قال إنه بدعي حزب الله يكف عن التدخل بنواب الطيار لحرفهم عن الانتخاب والمعلومة اللي عندي أنا إنه اللي كانوا عم يتصلوا ببعض النواب مش بس طيار طيار وغير طيار يعني عم ينقلوا ما نحنا ما عم نطلب منكم تنتخبوا فرنجية نحنا عم نطلب منكم ما تنتخبوا أزعور يعني هني شتتوا الأصوات وما تصبوا على شتتوا الأصوات حتى يقرب رقم فرنجية هني هني بيعرفوا ما بيضربوا يعني هدا فريق زكي صحيح شرير بس زكي يعني زكي مسخر زكي للشر شو بيعمل اللي إيده ملياني منه إنه خي بنعطيه إرشان من جيب له صوته مضمون من اللي انتخب فرنجية واللي منوعده بمنصب ما بعد وصول فرنجية إنه إذا بيعمل فرنجية رئيس إنت إلك دور وزير أو شي تاني وعندك اللي بيعرفوا إنه مش ممكن ينتخب فرنجية ورح ينعرف شو بيطلبوا منه بالآخر مثل الانتخابات النيابية أو البلدية خيي حط ورقة بيضة ما تصوت يعني اليوم الرمديين متهمين إنه هني الرمديين أنا بتأديري خور مجموعة يتخون كل شي رمادي اليوم يعني هيدا ما إلو موقف يقول أنا مع سلامين فرنجية بيحترمه أكتر يقول أنا مع آآ أبو عبدو البيروتي أنا بنتخبه أو عفوا أنا بيحترمه أكتر لكن ما يعطيني لا لون ولا طعم ولا ريحة هيدا طيب أوكي شو بيقول لنا يخبينه إنه هيدا كيف يعني شو بيقول لنا يخبينه بكرا مين انتخبت والله عملت هيك اقتراع سري شو هالخبرية هاي شو نحنا شو نحنا بمطرح ما هيدا حارتنا دايقة متلو بيقوله هو لازم بصورها كلنا معرف بعض انت بتعرف إنه بفرنسا إذا بتسأل المواطن الفرنسي مين انتخبت بيبطل يحكي معك وبيعمل لأك شر بدي استأذنك بدي انتقي لناخد تصريح عن نائب أجوب بكرا دونيون اشتركوا في القناة حقا اشتركوا في القناة